مساء النور عليكم ثامر وسارة وظاهرة سعيدة عليكم وعلى جميع المشاهدين بمشيئة الله وكما أشرت مبادرة الجوف واحد خضراء والتي أطلقتها أمانة منطقة الجوف منذ ما يزيد عن عامين متواصلين تسعى هذه المبادرة لزيادة الرقع الخضراء على مستوى مدينة سكاكا وبقية المحافظات وهي اللي بالفعل بدأت بتنفيذها من عامين عبر العاملين في أمانة الجوف ومختلف البلديات إضافة إلى المتطوعي والمتطوعات وإشراك أيضا مدراء الإدارات الحكومية والجهات الحكومية بذاتها في مقراتها والمؤسسات والشركات في القطاع الخاص نتحدث عن مزيد من تفاصيل هذه المبادرة وأنواع الأشجار المستهدف زراعتها ضمن هذه المبادرة يتحدث إلى جانبي المهندس ماجد العنزي وهو مدير الحدائق والتجميل في أمانة الجوف مساء الخير عليك بداية دعنا نتحدث عن هذه المبادرة متى أطلقت وكيف تم تنفيذ العمل فيها أولا نحياك الله أخي عبد الرحمن وشكرا على الاستضافة لتسليط الضوء على مبادرة الجوف واحة خضرة بداية تبنت أمانة الجوف فكرة الجوف واحة خضرة التي دشنها سمو أمير منطقة الجوف على مستوى منطقة الجوف وبتوجيهات من سعاد تأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وتطبيق هذه المبادرة على مستوى الأمانة وعلى البلديات التابعة لها دعنا نتحدث عن أبرز أنواع الأشجار التي تم استهدافها بما يتوافق مع البيئة وحاجة البيئة في منطقة الجوف لهذه الأشجار طبعا تم زراعتها أكثر من نوع من الأشجار والشجيرات وصراحة منطقة الجوف تقبلت كثير من الأنواع من الأكاسيات والطلحيات والفيكس كل هذه الأشياء نجحت عندنا والله الحمد في منطقة الجوف نتحدث عن العدد الإجمالي للأشجار التي تم زراعتها وما هو العدد المستهدف ضمن هذه المبادرة طبعا هي المبادرة بدأت فكرتها قبل سنتين كانت تستهدف رؤية توافق مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين بحيث أن نكون بعد عشر سنوات نحقق مليون شجرة على مستوى المنطقة الجوف الآن والله الحمد تم زراعتها منذ إطلاق المبادرة إلى الآن تقريبا أكثر من مئة ألف شجرة تم زراعتها على مستوى المنطقة جميل ونتمنى لكم التوفيق دائما أبدا ثامر وسارة هذه أحد المنتزهات التي استهدفت في هذه الحملة وطبعا هذه الحملة تساهم بشكل رئيسي بالمستقبل القريب بمشيئة الله بتعديل المناخ في منطقة الجوف والحفاظ على البيئة ومنع الظواهر البيئية السلبية والتي تشهدها مختلف مناطق المملكة منها ظواهر الغبار وغيرها وطبعا هذه الحملة بمشيئة الله ستجعل الجوف واحة خضراء وغناء والتي استهدفت بالفعل المنتزهات المفتوحة مثل هذا المنتزه والطرق الداخلية التي تم إعادة تطويرها وتأهيلها وأيضا تستهدف حتى المناطق البرية والمحيطة في المدن والمحافظات حتى تعطيها غطاء نباتي وحماية عن العواصف الغبارية والترابية وغيرها أعود لكم بالصوت والصورة عبد الرحمن قبل ما نختم معك لو تقول كيف الأجواء في الجوف الآن الحمد لله يعني الآن نعيش أجواء صراحة استثنائية فترة الظهيرة هذه أنا أقع تحت درجة تقارب يعني 29 درجة مئوية وهذه طبعا ساعات الظهيرة التي تشتد فيها الحرارة ساعات المساء تشهد يعني اعتدال كبير لدرجات الطقس بفضل الله خاصة في شهر رمضان المبارك وهما حفز الأهالي وكثير من الأهالي للخروج لممرات المشاهل التي هيئتها أمانة الجوف واسمحوا لي أستعرضها على عجالة والتي بلغت أطوالها ما يزيد عن 29 كيلو متر هذه الممرات والمسارات المخصصة للدرجات الهوائية سمحت للكثير من العائلات والأفراد والشباب وحتى السيدات سمحت لهم بممارسة الرياضة واللي يحرص عليها طبعا مختلف شرائح الناس خاصة في شهر رمضان المبارك وهو لاستثمار هذه الأوقات وتحسين نمطهم الغذائي والصحي وهذه الأجواء طبعا بفضل الله تنعكس إيجابا على الأهالي وخروجهم للتنزه في الأماكن المفتوحة اشتركوا في القناة